موضوعنا النهاردة عن ازاي اعمل تحديث لتطبيق الماسنجر تابع معايا السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور لو انت من اشخاص اللي بتعاني من عدم ظهور التحديثات في تطبيق الماسنجر ان المميزات الجديدة اللي ظهرت في التطبيق ما ظهرتش لسه عندك تعال اقولك ازاي تعمله تحديث بطريقة سهلة جدا يارت بقى تعمل لايك الفيديو اشتراك في القناة لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات ويلا بينا على متجر بلي وابستور عندك على الموبايل طبعا انا فيه اشخاص كده تسألني على فيه حاجات كده تسألني عليها في التطبيق لما بقوله حدث التطبيق بيقول لي احدثه ازاي فانت بتروح على متجر بلي وابستور عندك على الموبايل بنفتحه بالشكل ده كل علينا بيبدأ اكتب في السيرش او البحث ماسنجر لما بتكتب كده ماسنجر في البحث بيظهر عندك التطبيق بضغط عليه وبضغط على كلمة تحديث كل اللي علي ان انا بنتظر لما يتحدث معايا بيظهر معاك كل المميزات الجديدة في التطبيق وطبعا احنا قلنا قبل كده في فيديو وصابق ان فيه مميزات كتير نزلت فيه التطبيق مميزات جميلة جدا وطبعا دي من التحديث هتظهر معاك من التحديث فاحنا بنبدأ نحدثه بيبدأ انك بتنتظر لما الشريط ده يتملق خالص بلون الازرق وبيبدأ يظهر معاك كلمة فتح بيبدأ يظهر معاك التحديثات الجديدة والميزات الجديدة في التطبيق وبس كده ياريت لو كنت استفدت من الفيديو تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات طبعا كل عليك انت بتنتظر لما يتكتب فتح هنا يعني تظهر بلون الازرق بتضغط عليها بتدخل التطبيق وبتشوف المميزات الجديدة اللي ظهرت في التطبيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته